إذن انتخب مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيسا له بأغلبية نيابية وصلت إلى 48 صوتا وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح افتتح اليوم دورة لانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتين الشيخ صباح أكدان تحديات جساما ومخاطر تتزايد وتواجه الكويت ما يلقي بأعباء كبيرة على مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمواجهتها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الكويت ينطلق مجلس الأمة الكويتي 2016 حيث افتتح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي وفي وقت يواجه اقتصاد الكويت شبح انخفاض أسعار النفط قال أمير البلاد خلال كلمته الافتتاحية إن تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا أن خيار تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التداوير المدروسة بإصلاح الخلل بالموازنة العامة ووقف الهدر مع الحرص على التخفيف عن كاهلة محدودية الدخل ومراءات العدالة الاجتماعية وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إرادات الدولة مجلس الأمة الجديد انتخب مرزوق الغانم مرة أخرى رئيسا له بغالبية الأصوات إذ حصل على 48 صوتا من بين 65 هم أعضاء مجلس الأمة الخمسون وأعضاء مجلس الوزراء الخمسة عشر الشعب الكويتي ينتظر مننا الكثير والشعب الكويتي ما انتخبنا عشان المناصب وينتهي دورنا إنما المطلوب مننا الشيء الكثير ولا يمكن لنا أن نحقق أدنى حد من طموحات الشعب الكويتي ما لم يكن هناك عمل جماعي مشترك بيننا جميعا انتخاب المجلس يأتي بالتزامن مع بروز قضايا عدة متعلقة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وزيادة أسعار البنزين ومن المتوقع أن يشهد الواقع السياسي الكويتي صداما بين مجلس الأمة والحكومة بسبب حصول أحزاب المعارضة على مقاعد في المجلس وسط مطالبات شعبية بوضع الخلافات جانبا والعمل على تنمية البلاد ورفع الأعباء عن المواطن جمان خوجة العربية أرجو من يرغب في ترشيح نفسه أو تزكيت غيره لمنصب رئيس المجلس أن يتفضل بذلك لو سمحت أرجوك لو سمحت أتمنى من الأخوة الوزراء من الأسرة الحاكمة عدم التصويت لأن أسرة الحكومة يجب أن تقف على خط واحد ومسافة واحدة من الجميع فأتمنى إذا الحكومة مالها حيلة في عدم التصويت أتمنى الأخوة الوزراء الشوق ما يصوتون حتى لا يفسر المبدأ حتى لايوفيتسر المبدأ الأسرة الحاكمة حفوًا خلنا نكمل لو سمحت هنا نحتفل معل brush نحن نحن какه الفوضى خلنا نكمل لا هذه الفوضى معينك هذا حق دستوري waited انت تمنعه ولا أنا ولا أي واحد أنا أتكلم عن الدستور أنا أتكلم عن الدستور رجاءً رجاءً أنا أتكلم عن الدستور ما دافع من الحكومة ولا عن غير حكومة لو سمحتم هنا كثير من الأخوان تكلموني منهم مجموعة ومنهم اللي تكلموا الآن وغيروا كلامهم واللي طلبواه سوناه تورأ لك غيرتوا كلامكم والآن رو ما في مجال للنقاش في هذا الموضوع وهذا مخالف لللايحة والدستور وكل العراف وكل وايح ورجاء نبدأ 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 بتصويت نبدأ بالتصويت نبدأ بالتصويت نبدأ بالتصويت إذا ما راح نخلص بالطريقة هذه لا ما راح نخلص انتخابات انضم إلينا من الكويت المحلل السياسي عيد البرازي سيد عيد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة إذن بانتخاب مرزوق الغانم أهلا بسهلا تحل أول ربما معضلة في مجلس الأمة الكويتي الجديد الغانم يفوز باكتساح هل كان متوقعا أن يفوز بهذا الشكل بهذه الأغلبية الله في الأيام القليلة الماضية تضحت الصورة وتضحت الرؤية كان هناك هدوء نسبي في معركة الرئاسة خلال الأيام السابقة تواترت المعلومات على أن هناك تهدئة ونوع من العهد الجديد للرئاسة وكان الأبرز من المرشحين الثلاثة التوجه نيابي لمرزوق الغانم وبالتالي نعم كانت هناك مؤشرات تأكدت صباح هذا اليوم مع وجود اثنين من المرشحين ولأول مرة يفصل رئيس بوجود مرشحين اثنين بأعداد 33 نائبا و15 عضوا من الحكومة باعتقادي أن هذا دلالة ومؤشر على أن هناك تهدئة ومحاولة للبدء من جديد في مرحلة مقبلة قوامها رئيس للجميع باتفاق الأغلبية طيب شاهدنا قبل قليل في الفيديو أن مشادات كلامية حصلت قبل بدء جلسة التصويت وشعيب الموزري أعتقد الذي رشح نفسه للرئاسة هو كان المتحدث وكان يوجه اللوم على رئاسة المجلس المكلفة بمنع تدخل الأسرة الحاكمة في هذا التصويت هل من وجهة نظر قانونية؟ لا ليست هناك أي وجهة نظر قانونية الوزراء هم نواب في مجلس الأمة بحكم الدستور لا أعلم يعني اللائحة واضحة أن الوزراء نواب أين كانت صفتهم من الأسرة الحاكمة أم مواطنون عاديون هناك وزراء يحق لهم التصويت بمجرد اختيار سمو الأمير وموافقة على تشكيل الحكومة وأدائها القسم يصبحوا أوتوماتيكيا أعضاء في مجلس الأمة ولذلك انتخاب الرئيس أو انتخاب اللجان يشمل 65 نائبا في مجلس الأمة لا أعرف ما هي احتجاجات نائب المحترم شعيب الموزري رغم تأكيده على أنه حق دستوري وقانوني للشيوخ والوزراء ولكنه طلب أن ينأى أو أن لا يصوت الوزراء الشيوخ في الحكومة بهذه الانتخابات الرئيسية لكن ليس غريبا وهذا الطلب يحق له ليس غريبا أن يفوز مرزوق الغانم بهذا العدد الكبير من الأصوات بهذا الاكتساح تسعة أصوات تقريبا هي زيادة عن فوزه في المجلس السابق المجلس 2013 ومع عودة المعارضة وكذلك المقاطعة في هذه النسخة للمجلس الرئاسة السابقة أول مجلس 2013 كانت الرئاسة محصورة بين شخصية الرئيس السابق للمجلس المنحل الثاني النائب السابق علي الراشد ولأول مرة مرزوق الغانم كان يخوض الانتخابات ولذلك كان هناك تقارب في الأصوات مرزوق الغانم رئيسا للمجلس المحل لمدة ثلاث سنوات اكتسب خبرة لديه مأيودون في البرلمان أعتقد أنه استطاع خلال الأسبوعين الماضين أن يقنع الكثير من النواب برؤيته وما سيقدمه خلال المرحلة المقبلة تبنيه للتهدئة إلى نمط جديد من الرئاسة كل هذه الأمور قد ساعدت على أن يقنع الكثير من النواب بما فيهم بعض المعارضة لا شك في ذلك الرقم كبير جدا 33 نائبا باعتقادي هو رقم كبير يؤمن له بأريحية أن يدير المجلس لخلال الأربع سنوات المقبلة بشرط أن يكون هناك نوع من التوازن ما بين الرئاسة وما بين الأعضاء الذين ترى أو قد يحتجون في كثير من الأمور تجاه ما يحدث من قوانين أو أوليات ستوضع على مجلس الأمة عموان اليوم انتهى فصل وبقيت فصول أخرى يعني الكثير من المحللين يرون بأن هناك ألغام ستحيط بعمل المجلس خلال فترة في قضايا كثيرة سريعا كيف يمكن أن يتعامل هذا المجلس مع هذه القضايا أعتقد أن القضايا الرئيسية والأساسية هي أربعة قضايا ابتداء من اليوم كان أول اقتراح بقانون لمجموعة من النواب وباعتقادي هذه نقطة مهمة هو قانون الجنسية أو عدم سحب الجنسية أو مد يد السلطة القضائية لهذا الملف باعتقادي أنه يعني إذا ما تم حل أربع قضايا وهي قضايا الغاء قانون المسيء السابق إصلاحة ومصالحة وطنية شاملة مع العفو عن السجناء الرائي وإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية وإعادة التصويت ربما إعادة نمط التصويت إلى صوتين وهو ما هو مطروح باعتقادي أن هذه كافية لتجاوز العقبات الأخرى مع تأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تأجيل بعض الملفات الخلافية فيما بين النواب أنفسهم وفيما بين النواب والحكومة نمط جديد وجوه شابة ومتعلمة ومثقفة ولديها بعد اقتصادي وسياسي قد تتجاوز أي معضلة تنشأ خلال الفترة المقبلة سنكون في متابعة مستمرة مع كل هذه التحديات والملفات شكرا جزيلا لك من الكويت المحلل السياسي عائض البرازي